الناس ان الكبار بتوعهم بيدعموهم ويزقوهم هنا الكبار بتاعنا ممكن يفطسك انا بمثلها بواحد بيشتغل في مصنع ولو هو شاف ان هم بعملوا المصنع ده بيبعملوا الحكاية بالشكل ده وهو روح يتعلم في عدة برة مثلا وعايز يغير المصار بتاع المصنع ويروح لرئيس المصنع ولا لرئيسه ولا فان دم احنا بنعمل حكاية ده بالشكل ده ده احنا لو جبنا حاجة مش كذا كذا حطناها في كذا هيبقى افتف هيقول له ايش ايش قلت نسا طاحت لما البيض احنا هاتف ايه ده فاكر نفسي احنا بنا انا انا بنشتغل حكاية دي بقى انا عشرين سنة انا رح يرجل رحشي في شغلك واهتياله ان هي خربان حتى لو هو كان فاكر انها غلط اما انا كان عندي انا كان عندي ناس كتير صغيري اعلمهم فلما يجي واحد ما انا بقوللي على نفس انا بقى لما يجي واحد من الطلبة والطالبات اللي بيجوا ومشتغلوا معايا ويقولولي احنا بنعمل كذا كذا لما نجرب الكذا كذا لما أنا كن عارف ان ده مستحيل ينجح وده غلط خالص ومش هتنفع هبتسم وقول هايل ليه لانه فكر حاجة جديدة علي ده الاستقبال الاول اللي هو يعني يخليه يعني انت قدرت انه فكر ما نقوله ما نقوله هايل كويس جدا ليه لانه نعايزه يروح ويعملها وتطلع غلط ويجي ويقول انه طلعها غلط انها مش نفعه وانا هشجعه وانا هقلل من عزيمته ليه لان لو قللت من عزيمته المرة دي مش هيفكر بعد كده مش هيجيلي تاني انما خليه يقوله اقوله ابرابو عليك هاي جرب انا عمره ما شفتها ما عملتش حاجة انا زي كده بس جرب بس روح جرب يمكن تفع وانت عارف ان استحالة تحسن وانا عارف انها مش هتحسن وانا تنفعش انا عارف بس انها قلل روح هايل برافو جربت برافو روح شوف يعمل بحكة هادوية تعمل وهيجيلي تاني يوم اللي بعدها يعني ما عملها وطلعت خيبانة وهيجيلي يقوله ديني وورك بتقوله ليه عشان قال لي كذا كذا ففيه قلتوله برافو صح ده كويس جدا معليش المرة ده ما نفعتش مرة تانية تفكر في حاجة تانية برافو عشان تديله تحق شؤنا هنا بيسخروا وبيقليلوا هنا هايقوله ما دس انت لسه تعمل بيضا انت لسه يروح يا شيخ بالهاوس هاي يكممه ترجمة نانسي قنقر